فوق عالم الصدراء عالم الكرسي عالم الكرسي يقول سبحانه وسع كرسيه السماوات والارض وسع كرسيه ايش تهم من الكرسي انت؟ وعضفها مار الكرسي الليله اربع ارجل او تاكب يقول له له الوهن الصعب هات لا تفهم من الاية وانما معنى الاية اجل من ذلك الكثير يقول وسع كرسيه السماوات والارض معنى ان الكرسي عالم واسع جدا ومن جملة ما اتسع له انه وسع السماوات والارض السماوات والارض في عالم الكرسي قال ليه سم كرسي قال له نا صحيح نرجع للغة العربية ايش معنى الكراس والتكريس قال ليه كراسة وعلى المجموعة اولا قال له معنى التكريس كرس كرس يعني جمع هذا معناها اذا الكراريس والكراسة والتكريس معناها الجمع اذا عالم الكرسي عالم كبير جمع من العوالم فيه لا يعلمها الا الله من جملة عوالم الكرسي السماوات والارض من جملة عوالم الكرسي السماوات والارض وعوالم اخرى معنى عرفة قال ليش قد كبير قال له كبير كتير قال ليعني قلهم نرجع قال صاحب البيان النبوي صلى الله وسلم الذي قال نبأني العليم الخبير صلى الله عليه وسلم لان هذه امور لا تربيه بالعقد انما احتاج الانعظ وهو الامور الغيبية فماذا قال صاحب النبوة صلى الله سلم اي صاحب الخبر عن الله هذا معنى النبوة صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والارضون السبع في عالم الكرسي إلا كحلقة في فلاه حلقة صغيرة في برية والبرية ما بتعرف من هون من هون كم يهيتها قال هيا السماوات والاراضي كلها المساعدة بالنسبة للكرسي